في أحد الأيام ذهب أبي للتبضع كعادته وتركني أنا وأخي في المنزل وعندما وصل وجدنا نتخاصم وقف بيننا كالسد المنيع وقال لماذا تتخصمان هيا توقف فانتابني الخجل أمام والدي قال أبي ما سبب الخصام فقلت له لقد كسر لعبة التي اشتريتها لي يا أبي قال أخي لكنني يا أبي لم أكسرها عمدا وبينما نحن في قمة الغضب قال لنا أبي بصوت خافت مليء بالحنان هيا توقف عن الشجار وتصالح يمكنني شراء لعبة أخرى لأن المحبة والأخوة التي بينكما لا تقدر بثمن وعندها قلنا بصوت واحد حسنا يا أبي وسنكون كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالطوب يرمى فيرمي أطيب الثمر ابتسم والدي وقال لنا إن ديننا الإسلام يحثنا عن العفو والتسامح فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم ثم تعانقت أنا وأخي بحرارة كبيرة ومنذ ذلك اليوم نسعى دوما لنشر قيم التسامح داخل المجتمع اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة